اشتركوا في القناة وقد اشهدت معالي رئيسة مجلس النواب بالتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك المفده حفظه الله ورعاه وبالجهود الرفيعة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي جاءت جميعها وفق خطوات مدروسة وحكيمة من أجل حماية الوطن والمواطن والمقيم وتستهدف صحة وسلامة الجميع في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفده حفظه الله ورعاه مؤكدة معاليها حرص السلطة التشريعية على تعزيز التعاون مع الحكومة الموقرة ودعم جهودها المتواصلة والعمل معا من أجل صحة وسلامة الجميع والقدرة على تجاوز التحديات وتحقيق الصالح العام في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع معربة معاليها عن ثقة المجلس النيابي وتقديره ودعمه للجهود المتواصلة والمخلصة التي يبدلها الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا مشيرة إلى أهمية التكاتف والتعاون وزيادة الوعي المجتمعي في دعم جهود فريق البحرين وصولا إلى المرحلة الأمنة والمستقرة وبما يحققه تطلعات وأمال الجميع من جانبه ثمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تقوم بها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفده لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 مقدرا عاليا العمل المخلص والدؤوب الذي يقوم به الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعربا عن الفخر والاعتزاز بما يبدله فريق البحرين من عطاء وطني متميز وبكل تفان وتضحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ونوها معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن كافة الجهود والعطاءات التي يقدمها العاملون في الصفوف الأمامية تتطلب دعمها ومساندتها عبر الالتزام التام من قبل الجميع بكل الإجراءات والتدابير المعتمدة وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء لاستمرار الحملة الوطنية للتطعيم وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين سائلا المولى عز وجل أن يزيل الوباء والبلاء عن مملكة البحرين وكل دول العالم وأن تكلل الجهود الوطنية بمزيد من النجاح والتميز من جانبه نوه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبيل التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 بالدعم لا محدود لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة الجهود الوطنية والتي تمثل إطار عمل يسترشد به فريق البحرين في سبيل القضاء على جائحة فيروس كورونا وأشار معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن الفريق الوطني نجح في توسيع نطاق الفحوصات الوطنية وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية مبين معالي مستجدات الحملة الوطنية للتطعيم وما حققته من نجحات كبيرة في تغطيته عدد كبير من سكان المملكة في وقت قياسي إلى ذلك ثمن معالي مبادرة السلطة التشريعية بعقد هذا الاجتماع لإطلاع مجلسي الشورى والنواب على آخر مستجدات التعامل مع الفيروس في مملكة البحرين والجهود المستمرة للحد من انتشار الوباء وأطلاعهم على كافة القرارات المتخذة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ترجمة نانسي قنقر